نظمت الهيئة الإدارية لمصابقة معرفة الكتاب المقدس في الأراضي المقدسة مؤخرا نظمت زيارة لحاضرة الفاتيكان ولقاء مع قداسة البابا فرنسيس للفائزين في المصابقة وقد تم تنصيق اللقاء بمساعدة من السفارة البابوية بطرقية القدس للاتين ممثلة بسيادة المطران رفيق نهرى النائب البطرياركي للاتيني العام والذي رافق الوفد في هذه الزيارة جدير بالذكرى أنه شارك في الزيارة الفائزون في مصابقات معرفة الكتاب المقدس المصابقة الرابعة الخامسة والسادسة وذلك لتعذر سفر الفائزين سابقا بسبب جائحة الكورونا وقد رافقهم كدس الأب مروان دعدس كاهن رعية اللاتين في الناصرة وعضاء الهيئة الإدارية للمصابقة وعائلات الفائزين ومن الناصرة ينضم إلينا في بث حي ومباشر أحد الفائزين المشاركين باللقاء مع الحبر الأعظم وهو الطالب راوي جهشان مساء الخير راوي مساء النور أولا أنت كنت قد شاركت في مصابقة معرفة الكتاب المقدس وقبل أن أسألك عن هذه المصابقة أريد أن أسألك عن الرحلة الرحلة إلى الفاتيكان وإلى لقاء البابا كيف شعرت في هذه الرحلة؟ كانت الرحلة كتير حلوة وكتير منظمة من الكنيس التي زرناها لعدة المعالم التي زرناها بالبلدان المختلفة التي رحنا عنها بجنوب إيطاليا ورحلة كانت كتير منظمة وكل الفضل هذا برج على هيئة الإدارة والنظمة الرحلة نعم كيف كان شعورك لما شفت البابا قدام عينيك وشفته يعني مش بالصور وإنما شفته مباشرة يعني كيف كان شعورك؟ كيف كانت الأجواء هناك في الفاتيكان؟ يعني بالنسبة لي أنا كان شعور كتير كنت مبسوط لدرجة أنه كان شعور لا يوصف يعني كان عندي كأنه تلخبط بالمشاعر من السعادة كلها اللي كنت تحس فيها وأنا بالنسبة لي كمان أنه شرف أكون متواجد معه بنفس القاعة كيف لتنه يعني أطلع لعنده وأتصور معه وأقف حده كتير كنت يعني كتير كان شعور حلو حكي لنا عن المصابقة كيف فكرت أنك تسجل فيها؟ كدش كان مطلوب منك أنك تحفظ من الكتاب المقدس؟ شو المتطلبات اللي كانت لهذه المصابقة؟ صحيح المصابقة كانت متكونة من ثلاث مراحل بهاي ترت مراحل كان مفروض نحفظ إنجيل لوكا وكم أصحاح من أعمال الرسل وعكل مرحلة بتزيد الصعوبة شوي نعم كدش تطلب هذا منك وقت لحد ما حفظت وتمكنت أنك تكون من الفائزين في هذه المصابقة؟ أعمل كان شهويا يعني كان أخذ مننا وقت بالذات أنه كان في مدرسة فقدرت أوازن بين المدرسة والدراسة للمسابقة بس كانت التجربة كتير حلوة يعني بالذات أني بتقرب من ربي كمان وأنا عم بدرس نعم مين شجعك راوي أنك تشارك في هذه المصابقة؟ وكيف كان رد فعل أهلك وأصحابك وأولاد صفك لما أنت كنت من الفائزين فيها؟ يعني عرفت أنا شخصيا عن المصابقة من المدرسة هني شجعونا نفوت فاتت أنا المعلمة على الصف وشجعتنا نفوت على المصابقة أنا حبيت الشغلي نعم وروحت على البيت قلت لأهلي وهني كمان كتير شجعونا أفوت بأي مدرسة أنت بتدرس؟ يعني فتت نعم بأي مدرسة أنت بتدرس؟ آآ آآ رهبات مار يوسف بن ناصري نعم رد فعل أصحابك أهلك لما عرفوا أنك أنت الفائز من الفائزين في هذه المصابقة كيف كان؟ إحنا آآ يعني كأنه أهلي أهلي يعني لما أنا فزت يعني ما كنتش متوقع لأنه تطلع نتاجة أنا أنا أفوز فأنا وأهلي يعني كتير كنا مبسوطين وكتير كنت فخوري بحالي وكتير أهلي كانوا فخورين في نفس إشي ولا تصفي إحنا كنا كأنه كأيد واحدي مع أنه كنا أكثر من واحد فتع المسابقة ومش الكل كمل بس كنا ندعم بعض بالمسابقة والمدرسة كما كانت تساعدنا نعم روي من خلال هذه المقابلة أيضا بقناة هلا وأيضا في موقع بنت واللي الآن بشوفوها عدد كبير من أهالي الناصرة ومن خارج الناصرة إذا فيه طلاب بفكروا إنهم يشاركوا في مصابقة من هذا النوع ونحن نتحدث عن مصابقة معرفة الكتاب المقدس شو بتكلهم للي بفكروا إنهم يشاركوا في مصابقة من هالنوع أنا كتير يعني أنا كتير بشجع للناس اللي بدان يفوتوا عاي المسابقة ويعني كتير إشي كتير تجربة حلوة كانت كمان شغلة زيادة إنه إحنا منتقرب من ربنا وإحنا عادي نحضر لهذه المسابقة وكأنه هي الهدف كله منها أصلا نتقرب لربنا لأنها اسمها معرفة الكتاب المقدس معرفة الكتاب المقدس يعني معرفة يسوع نعم قبل ما ننهي هذه المقابلة معك وننتقل للحديث مع والدك لؤيج حشان أريد أن أسألك كيف كانت إيطاليا تعرف الناس انحرموا من السفر تقريبا سنتين أو أكثر وإنت يعني سفرت هيك في هذه الفترة كيف الأجواء في إيطاليا هناك وإحنا منعرف أن إيطاليا كانت من الدول اللي الكورونا كانت سعبة فيها آه كانت الصراحة هي صراحة كانت كتير يعني مقتضة بالناس بس برضو يعني مع كل مع كل أنه بعد الكورونا وكثير كان فيه ناس انبسطنا وكان فيه جو أنه كنا مع بعض كلياتنا شكرا جزيلا لك راوي جهشان وأنت من أحد الفائزين بمصابقة معرفة المقدس شكرا جزيلا لك أنت كنت معنا في بثحة مباشر من الناصرة ونريد أن ننتقل نعم شكرا نريد أن ننتقل إلى لؤي جهشان وهو والد راوي جهشان راوي هو طالب مترفع إلى الصف التاسع في الناصرة وهو أحد الطلاب الفائزين بمصابقة معرفة الكتاب المقدس هذه المصابقة التي اختتمت مؤخرا قبل فترة ومؤخرا نظمت الهيئة الإدارية لهذه المصابقة رحلة للمشاركين والفائزين فيها إلى الفاتيكان المشاركون التقوا مع قداسة البابا فرانسيس الوفد من المصابقة دم أيضا مجموعة الطلاب الفائزين أيضا من المصابقة الرابعة والخامسة والسادسة ذلك نظرا لتعذر السفر في فترة الكورونا أيضا كان عدد من المشاركين هم من أهالي الطلاب الفائزين ومعنا لؤي جهشان والد راوي مساء الخير يا لؤي مساء النور أولا أريد أن أسألك عن شعورك كأب لطالب في المرحلة الإعدادية حقك إنجاز بفوزه بهذه المصابقة يعني شعوره زي أي أهل فخر بفوز راوي بالمسابقة صحيح لما أجل حكي لنا راوي عن المسابقة إنه في المدرسة حكيت لنا إنه في إمكانينا الاشتراك إحنا طبعا شجعنا بس ما كنا متوقعين إنه راوي يمره هاي المراحل ولكن راوي مع إصراره ودعمنا طبعا ودعم المدرسة معلمة الدين إدارة المدرسة غادر يتخطى لثلاث مراحل وفاز طبعا شعور شعور فخر وشعور ارتياح وفرح أريد أن أسألك عن دورك كأب ودور العائلة دور البيت للتحضير لهذه المسابقة كيف كانت الأجوال لديكم في البيت خلال الفترة اللي هي أكثر من مرحلة في المسابقة كما فهمنا من راوي شو أنت وفرته كأهل كعائلة لراوي من أجل إنه يستوفي كافة الشروط ويجتاز هذه المسابقة بنجاح طبعا إحنا كنا حضرنا لكل الوسائل الراحة إنه هو يقدر يدرس كانت فترة اللي هي فيها كمان فترة دراسة ما كانتش فترة فترة فرصة فترة مدرسة اللي كان مفروض يوفق بين الدراسة وبين المسابقة نعم فعملنا أكبر جهد إنه راوي يقدر يدرس بأريحية اللي يقدر يتخطى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة اللي هي كانت أصعب مرحلة والحمد لله راوي مرأة ثلاث مراحل وفاز بالمسابقة أريد أن أسألك نفس السؤال الذي سألته لراوي كيف شعرت حينما شاهدت البابا أمامك وأنتم في نفس القاعة يعني شعور لما تدخل على حاضرة الفاتيكان تشعر برهبة المكان وعندما تدخل إلى القاعة اللي كان فيها اللقاء اللقاء مع خداسة البابا الشعور بصير أقوى فيه ألاف من الناس كانت في اللقاء تستمع إلى الكلمة التي ألقاها خداسة البابا فأنت تشعر بالفخر وتشعر بالاعتزاز إنك واقف بهيك محل أو موجود فيهيك محل لو سألتك عن مشهد مش رح تنسى برافقك من هذه الرحلة مع راوي ومع زملاء راوي ومع الهيئة الإدارية لهذه المصابقة في الفاتيكان منظر مشهد اللي رح يرافقك طوال الوقت ومش رح تنسى شو بتقول له يعني إحنا المشهد اللي مش رح ننسى هو الدخول إلى حاضرة الفاتيكان ولقاء قداسة البابا ولكن في المجموعة اللي كانت في الرحلة كانت مجموعة مع أنه ما كنا نعرف بعض ولكن كانت مجموعة جدا متجانسة مع بعض مع أنه كنا كبار صغار شباب صبايا نساء ولكن الكل كان مجموعة متجانسة الكل كان مبسوط الكل كان مرتاح كتير كتير كان شعور حلو والإشي الأكثر أضطر في نفسيتنا هو لقاء قداسة البابا طبعا شكرا جزيلا لك لأي جهشان والد راوي جهشان أحد الطلاب الفائزين في مصابقة معرفة الكتاب المقدس شكرا لك كنت معنا من الناصرة شكرا لكم شكرا لكم ولكن بحب أوجه كلمة لإدارة مسابقة معرفة الكتاب المقدس بالشكر على التنظيم الرائع أولا للمسابقة وتانيا للرحلة والتنظيم الأكثر من رائع الكل طلعنا بفترة ما بعد الكورونا الكل انبساط ورجعنا بسلام شكرا جزيلا لك ونريد أن نبقى في الناصرة وسينضم إلينا الآن سليم توتري وهو عدو بالهيئة الإدارية لمصابقة معرفة الكتاب المقدس كنا قد تحدثنا قبل قليل مع لؤي جهشان وهو والد راوي جهشان راوي هو أحد الطلاب الفائزين بمصابقة معرفة الكتاب المقدس الفائزون بهذه المصابقة الفائزون بهذه المصابقة حصلوا على جائزة وهي السفر إلى الفاتيكان ولقاء قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس هناك كان لقاء كما سمعنا من لؤي جهشان ومن راوي جهشان لقاء تأثر منه كثيرا هذا اللقاء أيضا شامل مناطق أخرى في إيطاليا وأيضا تم هذا اللقاء مع البابا بتنصيق ومساعدة السفارة الباباوية نريد أن نتحدث مع سليم توتري عدو الهيئة الإدارية لمصابقة معرفة الكتاب المقدس مساء الخير أستاذ سليم مساء النور أولا أريد أن أسألك عن هذه المصابقة من أين أتت الفكرة لتنظيمها من الذي ينظم أصلا هذه المصابقة من الأساس ومتى بدأ تنظيمها لأنه كما فهمنا بأنه هذه المصابقة السادسة السادسة أيوة نعم الصحيح بدت الفكرة عنها من سنة 2011 مجموعة عضاء من نادي عائلة البشارة اللاتين بن ناصري نعم وقعدنا فترة طويلة ندرس الموضوع بشكل معمك والتنظيم والإدارة والكل شيء لقدرنا نطلع على بأول مسابقة بسنة 2012 نعم ولقى نجاح كبير ودعم من كل الأبرشيات المسيحية بالبلاد من أقصى الشمال للجنوب مع كمان إخواننا من الضفة الغربية ومن غزة فكان دعم من كل الأبرشيات من البطاركي من السيادة المطارني كمان نعم من كمان البعث البابوي من جمعية الكتاب المقدس الناصري وكمان مكتب المدارس المسيحية بإسرائيل نعم أستاذ سليم توتري أنت تحدث لغاية أنت تحدث أن المشاركين يأتون أيضا من الناصرة ومن بلدات مختلفة ولكن أيضا تحدثت عن قطاع غزة وعن الدفة الغربية سؤالي لك قديش أعمار المشاركين في هذه المصابقة من أي أعمار ممكن التقدم لها والمشاركة فيها أربع مسابقات كان الأعمار من جيل عشرة لخمسة وثلاثين ومسابقتين من خمسة وثلاثين بلوس يعني كان فيه مرة عنا مشاركين بعمر الجيل الثمانين فمش إشي هوي يعني أنه تجمع شخصيات بالأعمار هاي كلها بمصابقة واحدة بمصابقة واحدة نعم والسؤال ما هي المراحل التي على المشاركين بس الحمد لله نعم المسابقة بتكون بالنسبة للمتسابقين ثلاث مراحل أول مرحلة على الحواسيب كله بتكون من العشر أشخاص ممرء ثلاثة أو أربعة لهوا كيف بيكون مرتب العدد بعدين بتجمعوا من نفس الفئة العمرية لكمان مرحلة ثانية كمان تصفية والتصفية الأخيرة اللي بيكون فيها ثلاثة فائز أول اللي هو منوخده على الجائسة بتكون رحلة لحضرة الفاتيكان ومقابلة كداس البابا والفائز الثاني والثالث طبيعي مع الأول كمان بكل هن جائزة مادية معينة نعم زائد كل مشارك بالمتسابقين بأخذ جائزة رمزية مع شهادة إنه شارك بالمسابقة بالسنة الفلانية بتبعك بأي سنة بيكون مشارك نعم كم بلغ عدد الفائزين هذا العام وبدي تحكي لي عن قضية تعويض الطلاب اللي شاركوا في سنتي الكورونا المصابقة الرابعة والخامسة المزبوط بيكون عدد المشاركين المتسابقين معدل 200-220-30 من الشكلات المعدل كل مرة والفائزين الطبيعي بيكونوا من أربع فئات عمرية كل فئة عمرية فيها الفائز الرئيسي زائد الفائزين اللي حكوين الباين فهاي المرة كان معنا بالرحلة لأنه بسبب الكورونا ما درناش نأخذ المرطين اللي مرأوا فكان معنا هاي المرة 13 متسابق اللي هني عن 3 مسابقات سابقة سؤالي الأخير هو كهيئة إدارية لهذه المصابقة مصابقة معرفة الكتاب المقدس ماذا تخططونا للمصابقة القادمة ومتى تنطلق واللي بفكر أن يسجل فيها أو أنه لديه اهتمام أن يسجل فيها ماذا عليه أن يفعل صحيح بعدنا إسا طور التفكير منحضر لمسابقة للجيل الكبار من 35 وما فوق وكمان نفس الشي نفس السياسي أنه من الشمال للجنوب كل واحد بيقدر يشترك بيشوف بحاله أهل أنه يشترك بالمسابقة هاي بيقدر يسجل عن طريق كهنة الرعاية نحن نوزع نماذج التسجيل لكل الرعاية وبيقدر يسجل عن طريقهم جزيلا لك سليم توتري عدو الهيئة الإدارية لمصابقة معرفة الكتاب المقدس كنت معنا في بثحة مباشرة أنت وراوي جهشان الفائز بالمصابقة ولو أي جهشان شكرا جزيلا لكم لا فعلين شكرا لكم